أعلم بيان صادر عن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوسن أدخل إلى قسم العناية المركزة جاء في البيان أنه بعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع جرى إدخال الوزير إلى قسم العناية المركزة لظهور أعراض إصابته بسرطان المثانا كان المتحدث باسم وزير الدفاع قد أكد إطلاعه البيت الأبيض والكونغرس على دخول أوسن إلى المستشفى وأنه جرى تفويض نائبة الوزير كافلين هكس بمعاهم